ينضم إلينا من تونس وصفي بوصيلة الكاتب والمحلل السياسي أستاذ وصفي هل من أجندة معينة بعد إقصاء حزبي قلب تونس والحزب الدستوري الحر من هذه التشكيلة الحكومية؟ طبعا رئيس الحكومة المكلف لياس الفخفاخ فاجأ ربما جزء كبير من الساحة الأعلامية والسياسية في تونس عكس ما كان متوقعا وما هو متداول أن يقوم رئيس الحكومة بتوسيع الحزام السياسي وتوسيع المشاورات مع جميع الأحساب السياسية عكس ذلك اختار رئيس الحكومة المكلف لياس الفخفاخ بأن يقطع الطريق مباشرة أمام حزب الدستوري الحر وكذلك حزب قلب تونس حزب الدستوري الحر الذي كتلته البرلمانية تتشكل من 17 نائبا وكذلك حزب قلب تونس حزب قلب تونس له 38 نائب في البرلمان وكذلك له مرشح في الدورة النهائية للانتخابات الرئاسية حاز على مليون وأكثر من مليون بقليل من الأصوات هذه الطريقة اعتبرها الحزبان واعتبرها جزء كبير في الساحة السياسية في تونس طريقة يعني إقصائية طريقة يعني لم تأخذ بعين الاعتبار ولم تحترم إرادة يعني ألاف التونسيين والتونسية الذين صوتوا للحزب الدستوري الحر وكذلك لحزب قلب تونس بالنسبة للحزب الدستوري الحر لم يتأخر كثيرا في رد الفعل يعني وتصريحات رئيسة الحزب عابين موسي التي أكدت أنه يعني الياس الفخفاخ هو إقصائي وفاشل يعني وأكثر من ذلك حزب قلب تونس أصدر بيانا في هذا الشأن وقبله يعني شارك في مشاورات الحكومة الأولى حكومة الحكومة الجملة وحتى البيان هجوم عابير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر على راشد الغنوشي بعد زيارته لتركيا واللقاء الرئيس التركي واتهامات التي وجهتها لها علاقة بهذا الإقصاء وأتى ذلك نتيجة لهذا التوتر؟ يبدو لي أن هذا السياق العام الذي تسير فيه المشاورات وتتشكل فيه الحكومة التونسية المرتقبة طبعا أن رأت النور في مجلس نواب الشعب يعني عابير موسي والحزب الدستوري الحر منذ البداية كان واضحا أنه لن يشارك في أي حكومة وشارك فيها حركة النهضة والموقف كان حاسما وجاسما وواضحا بالنسبة لقلب تونس يعني كان يشارك في المفاوضات كان يجتمع مع قيس سعيد واجتمع مع الحبيب الجملي وأصدر بيانا منذ يومين أو ثلاث يعني لم يرفض فيه المشاركة في المشاورات بل دعا إلياس الفخفاخ يعني في أول أيام المشاورات دعاه إلى أن يوسع مشاورات واخذ بعين الاعتبار كل هذا كذلك عديد المنظمات الوطنية الأخرى أذكر هنا يعني إلياس الفخفاخ اقتصر على أربع منظمات وطنية غابت عنه كونفدرالية مؤسسات المواطنة غابت عنه الكنفدرالية عامة تونسية للشغل غابت عنه كذلك المهن والقطاعات المهنية على غرار الإعلاميين القضاة المحامين يعني والمهندسين والأطباء يعني قطاعات كبرى وواسعة جدا لم تشارك في هذه المشاورات وبدأنا نقرأ ردود فعلها التي تطالب لياس الفخفاخ بأن يكون منفتحا أكثر على أكثر ما يمكن من القاعدة السياسية والعمالية والنقبية والمعظماتية في تونس لأفضل رأيها في هذا الموضوع وصفي بوصيلة الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا من تونس